بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيمة وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرموا والليل يشهد لي بأني ساهر إن طاب للناس الرقاد فهوموا بيا قرحة لو أنها بيلملم نسفت جوانبه وساخ يلملم فعسى أنال من اكترات مواضيا تسدي عليهن الدهور وتلحمه أو موتة بين الصفوف أحبها هي دين معشري الذين تقدموا ما خلت أن الدخر من عاداته تروى الكلاب به ويضمى الضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم مثل ابن فاطمة يبيت مشردا مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته يتنعم يرقى منابر أحمد متأمرا في المسلم وليس ينهى مسلم خرج الحسين ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء أعظم خرج الحسين من المدينة خائفا خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزموا لم يدر أين يريح بدن ركابه فكأنما المأوى عليه محرموا حجيمه بالحاج حجي يوم عاشور جسمي الكعبة والحجار نحري المنحور وحجرني بإسماعيل ذبح أكبر المبرور وما مبيتي في مناء بالغاضري عندي ضحايا ما أحايت ضحا مثلهم عندي ضحايا بكربل شبان كلهم الأرض الأرض تبشي والسماء تبشي لجلهم هلي تعاينهم ضحايا الغاضري آه 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 وتعود تظل أمك تحس بيّا وتعود تحارب عينها للنوم وتعود أنشدك أنشدك هم ترد يحسيك وتعود لدارك لو تظل دارها يا هايا يا أكخلي يا أكخلي إنا لله وإنا إليه راجعون ورد في زيارة ناحية المقدسة المروية عن سيدنا ومولانا صاحب الأمر والزمان عليه السلام حتى إذا الجور مد باعه وأسفر الظلم قناعه ودعا الغي أتباعه وأنت في حرم جدك قاطن وللظالمين مباين جليس البيت والمحراب معتزل عن اللذات والشهوات تنكر المنكر بقلبك ولسانك على حسب طاقتك وإمكانك ثم اقتضاك العلم للإنكار ولزمك أن تجاهد الفجار فسرت في أولادك وأهاليك وشيعتك ومواليك وصدعت بالحق والبينة ودعوت إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة أسأل الله تعالى أن يتقبل أعمالنا جميعا ويمن علينا بالخير والرضا ويعجل في فرج مولانا صاحب الأمر والزمان بفضل الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد في ضمن الزيارة المروية عن صاحب الأمر والزمان نقاط مهمة جدا منها الدوافع لحركة سيد الشهداء سلام الله عليه يقول بعد أن مد الظلم باعه يعني وصلت الأمور إلى أمر لا تحتمل من قبل الإمام المسؤول عن الأمة القيم على الدين يقول بعد الإمام يتحول تكليفه مثل ما لاحظت والآن العبارات أنا تحمت أقراها بتأني حتى تتأملون فيها فتحول تكليف الإمام عليه السلام من الجلوس في الدار إلى الخروج والجهاد في سبيل الله وإن بلغ هذا الجهاد إلى درجة الاستشهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى الإمام الحسين عليه السلام تحول تكليفه بناء على هذا الظرف وبعد الطغيان وبعد الضمور واندراسة الدين من الجلوس في البيت بالإنكار بحسب الطاقة والإمكان حسب تعبير الإمام سلام الله عليه إلى الجهاد فأخذ أهله وعائلته وطبعاً هذا بحث متسع لكن نحن عندنا خروج الإمام حركة الإمام عليه السلام في تأريخها توافق ولادة الإمام عليه السلام ميلاد الإمام من حيث التأريخ وذكرنا نحن سابقاً أن هذه التوافقات مدروسة يعني ليست هناك صدفة في توافق التواريخ هناك حدثان مهمان جداً في تأريخ الإمام الحسين وهذه الحدثين يتصلون بمسرح الحدث الذي نتحدث عنه الذي هو المدينة ومكة الحدث الأول المهم الذي هو ميلاد الإمام الحسين ترحنا هذه العشرة كلها راح نتكلم في مولد الحسين إلى ليلة عشر نتكلم في ميلاد الإمام الحسين وما يتصل بالفترة الأولى من عمره بين يدي النبي صلى الله عليه وآله التأريخ الأول المهم الإنعطافة الأولى هي مولد الإمام الحسين عليه السلام هذا المولد المهم وهو في ثلاثة شعبان سنة أربعة هجرية أما حركة الإمام الحسين وخروجه من المدينة فكانت في ثلاثة شعبان أيضا سنة ستين هجرية هذا يمثل عمر الإمام الحسين من ثلاثة شعبان إلى ثلاثة شعبان من بعدها يأتي دور مكة والطريق وكربلة فقط زين هذان حدثان مهمان جدا الآن خلينا في الحدث الأول الميلاد وبعدين نجي إلى انتقال من المدينة إلى مكة وليش مكة زين ليش مو النبي صلى الله عليه وعليه هاجر من مكة إلى وين مدينة ليش الإمام الحسين عكسها خلاها من المدينة إلى مكة الآن تجي أولا الحدث الأول المهم في كياننا وتاريخنا هو مولد الإمام الحسين عليه السلام هذا الحدث مو حدث عابر حدث يرتبط بإيمان يرتبط بعقيدتنا يرتبط بنسكنا وقد ألقى بظلاله حتى على العبادات كثير من عبادات التي نمارسها وأريد الشباب قليلا يلتفتون الليلة كثير من العبادات التي نمارسها لا ترتبط فقط بالحسين عليه السلام وأهل البيت بشكل عام لا ترتبط بمولد الحسين عليه السلام بالميلاد كيف أولا الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد روى عن الإمام العسكري عليه السلام دعاء خاص في مولد الإمام الحسين عليه السلام مو طويل ولا راح أقراك إلا أنا بس أحب الشباب يطلعون عليه لأنه مهم جدا في كثير من مقامات الإمام الحسين عليه السلام وبيان رتبة ومنزلت وفي خبر فطرس قلت لك أنا البارحة قلت لك من ضمن الحديث مترابط قلت لك أنه من ضمن من روي عنهم حديث فطرس الإمام العسكري سلام الله في هذا الدعاء قصدي فالإمام عليه السلام أو خرج منه عن طريق وكيله أنصمه الآن بشهادته قبل استهلاله وولادته قبل نتكلم عن المولد لكن موضوع شهادة الحسين عليه السلام حاضرة موجودة في حديث ولادة الإمام الحسين بكته السماء ومن فيها والأرض ومن عليها ولما يطأ لابتيها أو يطأ لابتيها قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة الكرة اللي هي الرجعة المعوض من قتله أن الأئمة من نسله والشفاء في تربته والفوز معه في أوبته إلى أن يعني يخلع على الإمام الحسين عليه السلام المقامات الإلهية الكبيرة العظيمة والخصوصيات بعدين يقول اللهم آخر الدعاء اللهم وهب لنا في هذا اليوم خير موهبة وأنجح لنا فيه كل طلبة كما وهبت الحسين لمحمد جده صلوا عليه وعاذ فطرس بمهده فنحن عائذون بقبره من بعده شو شلون فطرس فاتح لنا باب معلمنا الطريق فنحن عائذون بقبره من بعده نشهد تربته وننتظر أوبته آمين رب العالمين ارتبط ميلاد الإمام الحسين عليه السلام بصلاتنا روايات مصادرها معتبرة وأسانيدها بعضها صحيحة أن الحسين لما ولد الحسن والحسين لما ولد رسول الله أضاف على الصلاة لأن الصلاة حتى حتى الثقافة موجودة حتى في البخاري الصلاة شرعت ركعتين ركعتين النبي أضاف أضاف ركعات على الظهر ركعتين على الظهر وركعتين على العصر وركعة على المغرب وركعتين على العشاء وترك الفجر كما هي لحديث يطول شرحه يرويه سعيد بن المسيب عن الإمام زي العابدين مفصل اللي أريد من هذا الحديث أن النبي أضاف هاتين الركعتين والركعة في المغرب بعد ولادة الحسن والحسين تيمناً بميلادهما وتبركاً بهما أصلاً نحن عندنا الروايات في الجمعة الأخيرة يمكن قبل محرم أو اللي قبلها أنا أشرت في خطبة الجمعة إلى النبي صلى الله عليه وآله كيف اصطحب الحسين عليه السلام والحسين كان صغير بالعمر فكبر النبي صلى الله عليه وآله الحسين عليه السلام ما كبر كبر بالسادسة فكبر النبي أو كبر بالسابعة فعقد النبي تكبيرة الإحرام بالسابعة يقول الإمام الصادق عليه السلام فصارت سنة نحن كثير من المستحبات مرتوطة بأفعال أهل البيت عليهم السلام بأفعال محمد وآل محمد بل حتى الواجبات هذا يوم المولد مولد الحسين ليس يوم عادي يوم الله سبحانه وتعالى أعطى مواهبه للنبي وأدخل السرور على قلب الزهراء وقلب أمير المؤيوم للشكر للامتنان للقرب من الله عز وجل لهذا يستحب فيه الصوم ليش يستحب فيه الصوم؟ الصوم شكر لله تبرك بهذا اليوم ويمكن يكون مواساة لعطش الإمام الحسين وجوعه يوم عاشورة قد واحد يقول لي هذا يعني تبرع مبالغة يعني الإحتمال مبالغة ليش إذا بيشوا عليه بمولده أهل البيت ليش ما يصومون عليه مواساة ما يصومون له مواساة في عطشه وقد رووهم زين الله حدث آدم عن عطش الحسين عليه السلام قال ولو تراه يا آدم وقد حال العطش بينه وبين السماء كالدخان عطش هذا موجود في ذهنية النبي وذهنية أمير المؤمنين والزهراء ولابد يصير إحنا في ذهنيتنا نستحضر هذا المعنى وهذا الصوم مثل صوم يوم عاشورة صوم يوم عاشورة إحنا وارد عندنا وهو الإمساك صمه من غير تبييت هذا بالنسبة للصوم اللي عندنا الوارد أما اللي وارد عند أهل السنة طبعاً مو قصدي إن أهل السنة يعني يصومون تبرك أو شيء لا لا هم ما يدرون أصل الأحاديث التي عند أهل السنة أموية محظة واضح زين ما يحتاج فيها كثير كلام أصلاً فيها مبالغة تعالي يقول لك يوم عاشر هو اليوم الذي نجى فيه موسى زين أنت تقول لي تقول أنت الشيعة تبتون على واحد من قتل من ألف وأربعمائة سنة زين جاب موسى اللي هو ما أدري كم ألف سنة زين بحيث أن تحيي ذكرى نجاة ولا يوجد شيء اسم نجاة موسى أصل لا تأريخياً ولا ما لا علاقة ومرة يقول أن صوم يوم عاشراء تعلمه رسول الله من من الجاهلية زين شافهم الجاهلية كان موجود عندهم وهو قام أو تعلمه من اليهود هذا كله مفند كله مردود عليه القضية البيروني قال ابن الجوزي قال علماء قالوا أنه لما قتل الحسين أكو ناس صاموا تبركاً زين ومشت عليها الأمة الله يهديهم الله يصلحهم نحن ما نتهم الآخرين نقول بأنهم يصومون تبرك لا ما يدرون ما يعرفون لكن من شأ هذا الصيام أموي محظ زين اللي وارد عندنا اللي وارد عندنا هو الإمساك عن الطعام زين الإمساك عن الطعام وهذا الصوم حتى السيد الخوي رحمه الله يذكره في أمثلة الصوم لما يستوجب قلة الثواب يقول ومنه صوم يوم عاشراء زين لأن الوارد عن أهل البيت عليهم السلام أنه صمه من غير تبيت يعني أمساك عن الطعام زين إذن هذا الحدث الكبير اللي هو حدث مولد الإمام الحسين يوافقه حدث كبير آخر في نفس التأريخ وهو شنو يوم خروج الإمام الحسين وبداية حركته وكأن الولادة الطبيعية للإمام الحسين إنصح التعبير توافق حركة الإمام الحسين السياسية مثلا زين أكون مطابقة موافقة زين الإمام الحسين عليه السلام قدمنا البارحة الحديث مترابط قلنا أنه طلع من المدينة للظروف اللي تعرفونها ليش راح إلى مكة ليش انطلق من مكة ليش ما انطلق من المدينة كما أن النبي هاجر من مكة إلى المدينة وانطلق من المدينة الحسين عليه السلام رجع إلى المدينة ليعيد القواعد الأمور على نصابها زين إلى مكة حتى يعيد القواعد شوفوا إبراهيم عليه السلام يقول وإذ يرفع القواعد إبراهيم أو وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت زين القواعد حتى إبراهيم كانت موجودة الأساس أساس الكعبة كان موجود إبراهيم عليه السلام إجاء أظهر وبنى عليه الحسين عليه السلام كذلك لما دخل إلى مكة العظيم بالأمر أن حتى الإمام المهدي من آل محمد صلوا عليه بأعلى أصواتكم أيضاً ينطلق من مكة يعيد القواعد ينطلق من المنطلقات نفسه الحسين عليه السلام مش كثر قعد في مكة وشنو أهمية جلوس الإمام الحسين في مكة من ثلاثة شعبان سنة ستين هجرية إلى الثامن من ذي الحجة يوم التروية سنة ستين هجرية إذا تحسبها مية وخمسة وعشرين يوم مية وخمسة وعشرين مكة لها مركزية القرآن يقول لي يشهدوا منافع لهم هذه المنافع مو فقط حج مو فقط نسك مو فقط عبادة لا لقاء المؤمنين فيما بينهم المسلمين تلاقح الأفكار التجارة من أهم تلك المنافع المنصوصة في القرآن يقول ليشهدوا منافع لهم يقول بعدين يقول ثم ليقضوا تفثهم شنو يقضوا تفثهم أي يقول الصادق عليه السلام أي لقاء الإمام عليه السلام ليش نحن نعتقد بأن الإمام صاحب الزمان يشهد الموسم لأن منصوص بالقرآن لقاء الإمام عليه السلام مأرب وطلب من مطالب الحج المهمة ترتبط بأعمالنا في الحج فكانوا فكانوا الأئمة عليهم السلام يداومون مثل الحسين في سيرته حتى قبل تلك السنة لأن هذا دعاء عرفة الذي نقرأه دعاء الإمام الحسين في يوم عرفة الذي الإمام الحسين قاعد بكل وضوح قاعد يرثي نفسه في بعض الفقرات يتكلم عن الأعضاء أعضاء بدني الشريف اللي راح تهشمها وتحطمها الخيول يوم عاشر يذكرها عضوا عضوا الإمام الحسين عليه السلام كما يروي سليم ابن قيس هذه آخر خطبة أنا معكم قبل محرم أشرت إلى علاقة الغدير إذا تذكرون بكربلاء وأن الإمام الحسين عقد مؤتمر جمع فيه سبعمائة صحابي وتابعي وحذرهم قال لهم أن الدين قاعد يندرس ويختفي ولازم أن تجهرون بفضاء العلي بن أبي طالب عليه السلام يقول الراوي فلم يدع فضيلة لعلي بن أبي طالب إلا أشهدهم عليها وحملهم الأمانة لنقلها حديث الدار سد الأبواب حديث الغدير أنت مني بمنزلة هارون شباب شباب اللي ما يعرف هالقضايا مشكلة ترى الحسين قتل من أجل هذه القضايا فضاء العمير المؤمنين هذه كنز لا تروح منكم ابحثوا عنها اقرأوا دائما خلي تصير في بيوتنا في مجالسنا الحسين عليه السلام يوم عاشر يحمل على الميمنة وهو يقول أنا ابن علي الخير من آل هاشمن ينسب نفسه إلى أمير المؤمنين هذا البطل العظيم المظلوم أما سنة ستين هجرية الحسين عليه السلام دخل إلى مكة وسكن بالشعب في بيت العباس ابن عبد المطلب وكان آخر بيوت بنهاشم الباقية وكان الحسين عليه السلام من أول ما دخل بدأ التحرك الأموي عليه الوالي عمر بن سعيد بدأ التحرك وجعله يطالب يطلب الحسين عليه السلام ويراقب تحركاته ويكتب إلى يزيد بن معاوية ويزيد بن معاوية يستشير المستشار عنده سرجون وأحكموا من جهدهم خطة لمحاصرة الحسين الحسين كسر الحصار قام يخطب ويجتمع بالناس في هذه الفترة الحسين كاتب أهل البصرة كاتب أهل البصرة ودعاهم إلى نصرته في هذه وجاءوا له يجوا من أهل البصرة مجموعة التحقوا به والتقوا به في مكة في تلك الفترة بدأت رسل أهل الكوفة تأتي إليه وكان آخر من قدم عليه هانئا وسعيدا وكتب لهم الحسين وأما بعد فإن هانئا وسعيدا قد قدم علي بكتبكم فقرأتها وفهمت ما فيها ومقالة جلكم أن ليس علينا إمام وإني باعث إليكم بأخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل شوف التفت لي أنا ما عندي وقت أشرحها وأنتو تفهمون الكلام شوف هذه المهمة فإن كتب لي أنه أجمع رأيكم وأهل الحجة منكم بما وفدت علي كتبكم إذا قال لي مسلم بن عقيل أن هذه الكتب تطابق الواقع قدمت وشيكا إن شاء الله راح أجيكم أنا زين طبعا هنا بدأ من صارت المراسلات وإرسال مسلم بن عقيل اللي طلع من مكة وراح زار النبي واستأجر دليلين هيكلب هالفترة اللي مئة وخمسة وعشرين يوم وتوجه إلى الكوفة هنا يزيد بن معاوية شعر بالخطر يعني شعر بالخطر فأرسل رسالة إلى الحسين بطريقة غير مباشرة قام يكاتب الوجهاء من بني هاشم فأرسل رسالة إلى عبد الله بن العباس وقام يعني بين الترغيب والترهيب يقول أن اعذرني يعني اعذروني يعني إذا صار شيء صار احتدام حتى هذا الخبر يوصل إلى الإمام الحسين عليه السلام وقد الإمام الحسين عليه السلام يتراجع يعني ما يتقدم في هذه الظروف في هذه الظروف مسلم ابن عقيل قصة مسلم طويلة يعني الآن ما أقدر أنا أعرضها لكن تجي الأيام تجي الأيام وهذه العشرة سبحان الله مرة واحدة يعني ضيف مبارك مرة واحدة تشوف انتهت أسأل الله أن لا يحرمنا من خدمة الحسين ويجعلنا معه في الدنيا والآخرة ما يحرمنا من خدمته ولا زيارته بفضل الصلاة على محمد وآل محمد هنا كان مسلم ابن عقيل قد قطع شوطا في مهمته هذا كل إلى قبل يوم التروي يوم الثامن من ذي الحجة فكتب إلى الحسين عليه السلام أما بعد فإن الرائد لا يكذب أهله الرائد قبل العرب إذا يغيرون مكانهم يدزون واحد اسم رائد يسمون رائد يكتشف إذا الأرض فيها ما يعشب كذا هذا الوضع جيد حتى ينطلقون واضح مهمة مسلم فإن الرائد لا يكذب أهله مقالة جلهم معك فإذا بلغك كتابي هذا فأقدم الحسين بالأثناء هو يراقب الموقف حاول ويحاصرون محاصرات كثيرة إلى أن علم أن يزيد بن معاوية قد أرسل ثلاثين واحد من شياطين بني أمي يحملون السلاح تحت إحرامهم لقتل الحسين وإن كان معلقا بأستار الكعبة الحسين تغيرت لهجته لأن الحسين ترى لو الحسين مطالع ومقتول في الكعبة صدقني ما في حج بعد خلاص ما في حرم لهذا الإسلام أبدا ولا الظل كعبة ولا الظل كرام ولا يظل أي شيء يسمع من النبي كبش كبش يعني سيد عظيم يقتل في الحرم تهتك به حرمتها يقول ما أحب أكون أنا هذا الكبش زين لهذا الحسين كان ينتظر منه أن يخطب كالعادة يحرض على بني أمية وإذا به افتتح كلامه في السابع من ذو الحجة هذا الكلام في السابع افتتح خطابه بحمد الله وذكر جده النبي محمد صلى الله عليه وآله وصلى عليه ثم قال خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف وخير لي مصرع أنا لا أقيه كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا لا محيص عن يوم خط بالقلام رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين لن تشذ عن رسول الله لحمته بل هي مجموعة له في حضيرة القدس تقر بها عينه وينجز وينجز بها وعده ألا هذا الخطاب لهم ولكم وللأجيال ألا فمن كان منكم باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء ربه نفسه فليرحل معي فإني راحل مصبحا إن شاء الله اليوم الثاني إجاه محمد بن الحنفية سمع أن القافلة جاء يتمشي وهو كان يتوضأ فسمع تقاطر دموع محمد فطشت كالمطر إجي يركض وراء الإمام الحسين عليه السلام وهو طال ضعين وهوادج شوفه بقلبك شوفه بقلبك نساء أطفال على الهوادج رايات منشورة إجي قال يا أبا عبد الله ألم تعدني النظر أنا البارحة تكلمته ياك قال بلى يا أخي ولكن جاءني جدي رسول الله قال ولدي حسين أخرج إلى العراق لك أني أراك مقتولا على شاطئ الفرات قال له يا أبا عبد الله إذا أنت مقتول فما معنى حملك هذه النسوة قال أخبرني جدي قال وكأني أراهن سبايا على أكتاب المطايا لا وين هالشيل يا أخوي بها الضعين غصبا علي أرجع بلياك المدينة وانظر بيوتك خالية وبنتك حزين اسكون المدينة عقب عينك صاير مجيد يقل لك كان انت صر نيجيك مكتوب السلام لا ارفع صوتك ارفع صوتك كان انت صر نيجيك مكتوب السلام وشان انذبحنا لازم ترد هاليتام شنو العلامة وبيني وبينك حمرتي الدنيا علام افعل يا أخوي من البجي من البواجي كل ما تريد مضى ابو عبدالله طلعت هاي القافلة ترى هذا منظر عجيب يوم ثامن من ذي الحجة القوافل تدخل مكة وهذه قافلة محملة شايلة حواجج نساء اطفال رايات طالعة من مكة عبدالله ابن جحفر زوج زينب كان كفيف البصر كما ينقل مع ابنية صغيرة تقول هم هذول وافدين من المدينة الآن تقول لابا هذا شي عجيب اشوف قافلة محملة طالعة من مكة قال لها ابنية تأملي انظري لما نظرت قالت يا ابا كأن الضعين ضعينة خالية الحسين راح راح يهرول يهرول الى ابي عبدالله يقول اوين حجك والمناسك وين سعيك والنحر وين زمزم والصفة وين المشاعر والحجر تطلع وتترك الكعبة ما تقل لي شي العذر رادي يتكلم ابو سكنة وهل الدمعت شي يقول هس سنعيدي وحجي تعين بواد الطفوف وارد ضحب هالصنادي الذي حال يوقوف شوفهم يا عبدالله هذا جسم مقطعين يشير الى الاكبر هذا جسم مقطعين وذاك مقطوع الاجفوف وهذا ما يحظى بساعة بين عرس وذبح يقول لا انا عندي هناك هرولة عندي هرولة في كربلا لو تشوف شلون هرول من ينادين شباب للولد من الضرب حن وضجيج بين عادي والعدو تدري شديدة وليت البيت هذا أنا أعتذر من صاحب الزمان قاسي ها وادي حج غير وادي والشهر غير الشهر وتنقضي كل المناسك يوم عاشور الظهور شنو آخر المناسك مولاي قال ظلمرمي على الثرى ويصعد على صدر رحم الله من نادى وا حسيناء قال ظلمرمي على الثرى ويصعد على صدر الشمير وثوب المخرق حرامي وينسلب فوق الثرى والبسم خيط الدماء وبقرمي بالعرى ويرتفع راسي على الثاب راحت القافلة هذه طلعت هذه القافلة محملة من اللي ينتظرها محمد بن الحنفية وام البنين وصفية وفاطمة العليلة الى ان اجى الخبر الى المدينة بالله يسمعوا يسمعوا يشيعة اجى الخبر للمدينة لما اجى بشر ابن حذلم وهز اركان المدينة اجى الخبر ان الحسين رجع تدري اش سوت فاطمة العليلة لما سمعت الحسين رجع؟ راحت الى مضيف الحسين راحت الى الديوان تنظفة تقول هلان يجي ابوه يقعد بصدر المجلس بينما هي كذلك تنتظر واذا بعمتها زينب قد اقبلت اليها لكن فاطمة العليلة ما عرفت عمتها زينب بيتشت زينب بيتشت زينب وصاحت يا عيوني اشوكلكم بعد ما تعرفوني ما تعرفوني عتبع لاخوتي عتبع لاخوتي الضيعوني هذه فاطمة العليلة لها مقام عند الحسين ها هذه اللي طلعت لما سارت قافلة الحسين طلعت وراء القافلة تقول قفول العليلة اخذوني اخذوني وياكم اسرج الخيل وحط فراجكم لهوا دل رجع الاهل حسين رجع الان تتلقى خبر الحسين رجع الاهل حسين عليه السلام يقول ارجعي يا فاطمة وين راحت؟ راحت تتوسط عند عمه العباس قول لي ابي الحسين يأخذوني معه قال الحسين هذه ما هي مكتوب تتودى هدية قول لي اخوية من سبايا الغاضرية اولي اولي اتقول اتقول انا لقعد على درب لضعون انا اشد ليرحون ويجون 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 كل من لها غياب يلفون لا خايا ييد لو للحيات هلم يقابق اتقول اد ذات كم Yunus ويجون 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 و顆یT قالت أين أبي الحسين قالت لها أبوك الحسين قد قتل في العراق أين عمي العباس قتل أين الأخي الأكبر فلان فلان قتل 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 قالت إذن عم زينب إذن عم زينب أين أختي رقية قالت لها دفناها هناك بالخرابة قالت مي خالف شوف اسمع اسمع أريد أحرق قلبك على الحسين قالت إذا أهلي كلهم راحوا ورقية حتى أختي رقية أين أخي عبد الله الرضيح أنا ياهو أنا ياهو مثل حالة مرمر أنا من يوم الصرد قلبي شب عمور لكن مثل يوم حسين ما مر ما مر فرد ساعف قدت واحد وسبعين ألا لا تزان الدار إلا بأهلها على الدان من بعد الحسين سلام يا الله اللهم أني أسألك وأدعوك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين فرج عنا يا الله اللهم عجل لمولانا الفرج سهل له المخرج اجعلنا من أنصاره وشيعته المستشهدين بين يديه من أوصان الدعاء من كان في هذا المجلس طالب حاجة اللهم اقضيها لهم جميعا يا الله ايش في مرضانا تقبل أعمالنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين تقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول وإلى أرواحي إلى روحه وإلى روح من مات على الإيمان وأرواح موتاكم جميعا نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات